موسيقى قال الجيش الاسرائيلي ان تقديراته تشير الى مقتل اربعة من اعضاء خلية حاولت تزرع عبوة ناسفة على مقربة من خط وقف اطلاق النار جنوب مرتفعات الجولان السوري المحتل بعد منتصف الليلة الماضية واضاف في بيان انه لا يمكن الربط في هذه المرحلة بين الخلية وحزب الله اللبناني لكنه لم يستبعد ذلك ايضا ونشر الجيش الاسرائيلي مقطع فيديو قصير لما قال انه احباط العملية من قبل قوة كوموندوز تابعة لوحدة ميجلان التي اطلقت النار على اعضاء الخلية بمساعدة طائرة عسكرية اكد انه يعتبر النظام السوري مسؤولا عن اي عمل ينطلق من اراضيه ضد اسرائيل مؤكدا ان قواته ستبقى على اهبة الاستعداد وفي جاهزية عالية على جبهتي سوريا ولبنان وكان الجيش الاسرائيلي قد قام تجمعا جديدا للمدفعية الثقيلة في القطع الاوسط للحدود مع لبنان حيث دفع بقطع من المدفعية وقم معسكرا متنقلا لجنوده في المكان ونصبت الشرطة العسكرية بدورها حواجزة على شوارع الشمال لمنع المركبات العسكرية من الوصول الى مناطق قريبة من الحدود لكي لا تتحول الى اهداف سهلة لحزب الله اللبناني ينضم الي من المنطقة المطلة على الحدود الاسرائيلية اللبنانية مراسل الجزيرة الياس كرام مرحبا بك معي الياس في جولة الثامنة كيف هي الاوضاع في ساعات الصباح الاولى بعدما حدث في ساعات الليلة المتأخرة وصلت صباحا محمد بالفعل الجيش الاسرائيلي يقول في بيان رسمي له قبل قليل ان قواته دخلت الى المنطقة التي تم فيها احباط عملية زرع العبوات وهي ارض تابعة او تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي لكنها خارج السياج الامني القوة العسكري الاسرائيلية تعمل في هذه الساعة على تفكيك العبوة الناسفة وعلى التعرف على هوية اعضاء هذه الخلية الجيش الاسرائيلي في بيانه الاخير يقول بانه حتى هذه الساعة لا يمكن الربط بين اعضاء هذه الخلية وحزب الله اللبناني وتهدداته بالرد على اسرائيل على مقتل احد عناصره في غارة نسبت للجيش الاسرائيلي في سوريا قبل نحو اسبوعين لكنه ايضا لم يستبعد ذلك الجيش الاسرائيلي في بيانه اشار الى ان وحدة الرصد والمراقبة في الجولان السوري المحتل كانت تتابع اعضاء هذه الخلية منذ ساعات المساء منذ الثامنة مساء واستمرت عملية الرصد والمراقبة والمتابعة لهذه الخلية حتى حوالي الساعة الحادية عشر ليلا عندما اقتربت هذه الخلية الى مقربة من السياج الامني في خط وقف اطلاق النار فيما يعرف بتل فارس في المنطقة الجنوبية لهضبة الجولان السوري المحتل الوحدة تابعة للكوماندوز لوحدة ميجلان قامت باطلاق النار باتجاه هذه الخلية بمساعدة طائرة عسكرية وتقديرات الجيش الاسرائيلي تقول بان اعضاء الخلية قتلوا في هذا القصف وهذا يدلل على ان هناك يقظى عالية جدا لدى الجيش الاسرائيلي سواء كان ذلك على جبهة الجولان او على امتداد الحدود مع لبنان حتى هذه الساعة لا يمكن الربط كما يقول الجيش الاسرائيلي بين حزب الله وهذه الخلية لكن اذا ما اتضح ان هناك رابط او صلة بينهما فهذا يكون ربما العملية الاولى التي يحاول حزب الله من خلالها استغلال جولة الجولان لتوجيه ضربات لاسرائيل ردا على استهداف افراده في سوريا او في مناطق اخرى وكان هذا متوقعا من جانب اسرائيل في الايام الماضية بان لا تكون الانظار فقط متجهة صوبة الحدود مع لبنان ورأينا بانه دفع ايضا بقواته وبالوحدات الخاصة وقدم بطبيعة الحال ارتالا من الدبابات في الايام الماضية الى مقربة من خط وقف اطلاق النار عملية هذه الليلة محمد عمليا تزيد حالة التوتر اكثر واكثر سواء كان ذلك في الجولان او في الحدود مع لبنان لسيما وان الصورة غير واضحة حتى الان بالنسبة للجيش الاسرائيلي فيما اذا كان حزب الله هو المسؤول عن هذه العملية لكن نشير هنا محمد انه في العامين الماضيين كان الجيش الاسرائيلي قد اشار وكشف بشكل واضح على انه منذ ان عاد جيش النظام السوري الى السيطرة على القرى والبلدات السورية القريبة من خط وقف اطلاق النار في الجولان السوري المحتل هناك محاولة ايضا من جانب حزب الله للعمل الى جانب قوات الجيش السوري النظامي في تلك المنطقة لاقامة ربما خط مواجهة جديد او فتح جبهة جديدة ضد اسرائيل من الجولان وكان اشار الى ان حزب الله بالاضافة الى ميليشيات ايرانية يعملون الى جالم النظام السوري من اجل اقامة ربما جبهة عمل عسكري ضد اسرائيل من جبهة الجولان اذا هذه صورة الواضح حتى هذه الساعة محمد الانظار تبقى مترقبة كما قلت على جبهتي سوريا ولبنان ما جرى هذه الليلة يزيد حالة التوتر ولا يقللها وهذا ربما يدلل على ان الجيش الاسرائيلي قد يسعى في الساعات القليلة المقبلة الى الدفع بمزيد من عتاده وقواته الى تلك الجبهتي من الحدود الاسرائيلية اللبنانية كنت معي الياس كرام شكرا جزيلا لك قال مصدر عسكري اسرائيلي للجزيرة في وقت سابق ان اسرائيل لا تسعى للانجرار الى مغامرة في لبنان ومواجهة مع حزب الله لان اولويتها هي منع ايران من التمركز عسكريا في سوريا واكد ان الجيش الاسرائيلي يدير الاوضاع الامنية على الحدود مع لبنان من منظور استراتيجي واسع وليس تكتيكيا ونفى المصدر ان يكون الجيش الاسرائيلي يخطط لتوجيه اي ضربة استباقية لحزب الله او للدولة اللبنانية مؤكدا في الوقت ذاته ان الجيش الاسرائيلي يوصل حجد قواته وانه سيرد بنيران كثيفة على اي هجوم يشنه حزب الله وقال المصدر ان مرافق الدولة اللبنانية ستكون هدفا ايضا للرد الاسرائيلي ضمن رؤية حددها رئيس اركان الجيش منذ نحو عام اشتركوا في القناة